كانت إحدانا إذا حاضت طلعت الرواية والله عفي عليك شاطر مزين يلا أراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها كمل خلي الناس تتعلم ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه يعني من اللي يمسك نفسه هذا المقصد أي شلون عرفت النبي نبيكم ما معصوم في مسك إربه ما عنده عصمة عصمته فقط بالرسالة ومراته يخربط ففي الأيام العادية وفي المعاشرات مع نسائه وهذه التصرفات ما عنده عصمة يخطئ ويذنب ويحرم ما أحل الله وأشياء كثيرة فكيف عنده عصمة عائشة ويشلون عرفته هو الأسود بن يزيد النخي ما يملك إربه مثل النبي ممكن أفضل من النبي في ملك الأرب شلون لا 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 حتى أنا والله تسنن إذا حلته لا 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 المقصود في العصمة العصمة في تبليغ رسالة هو ندري 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 نعم كل شيء يسوى أخطاء وكوارث يسوى حتى الذنوب لدرجة لما تحرم ما أحل الله لك لا تضرب بي مثال أنا أحسن من نبيك لا تضرب بي مثال لا تجي على ساحة القداسة الموجودة عندي لو سمات لا تجي كمل يلا فشلون عرفت عائشة أنه الأسود بن يزيد النخي لا يملك إربا كالنبي فحصته مثلا وأجنب ولا شنو سوت له كلمة مو طبيعية هاي مو شرط تفحصه يا أخي آه شلون يعني مخبيرة مثلا تشوف الواحد ممكن ممكن الإنسان يعرف هذا الشي بالعقل ها بالعقل شون بالله بالله شرحا شون بالعقل يعني مختوب هنا في اي في الشرح اي بالعقل يقول يا عائشة موسيقى للزوج أن يفعله كل شيء إلا الجماع وهذا ما أخبرت به أم المؤمنين حس هذا جاي تشرح أنت بداية الرواية إحنا نتكلم آخر شيء وأيكم يملك إربا كما كان النبي يملك إربا الإرب تأتي بمعنيين إما ذكر الرجل أو شهوة الرجل جيد؟ جيد 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 ما يعنيين نطلقهم حتى ما أحدد؟ شون عرفت أنه هذا ما يقدر يملك ذكرة أو ما يملك شهوتة؟ شون عرفت؟ شون فحصتها جابت لجارية مثلا هي سوو يعني شون فحصتهم حتى تطلع بها النتيجة؟ المرسول ما معصوم بملك الإرب فتهم؟ آه يعني ما في آية قرانية عن الله عزل قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بملك إربه ولذلك عائشة تطلع بالشارع تفتخر تقول وين مثل النبي يملك إربا؟ وين مثل النبي يملك إربا؟ إربا وأربا ويملك إربا وتفتخر تصعد على الكعبة وتأذن وينكم يملك إربا؟ مثلا إحنا الآن نبيكك ما معصوم في ملك الإرب فشلون تفتخر به على سائر الناس اللي من المحتمل أن يكون هذا الرجل الأسود بن يزيد النخعي يملك إربا أكثر من النبي مثل قصة يوسف عائشة يوسف ولا عائشة زليخة؟ لا لا مثل قصة يوسف ما لا لدينا أخي عوفيو أخي أخي كريم عيب عيب فغلقت الأبواب على سالم سبلان هو جاي يركض يا أخي أخي أنت جاي تمديدك على العصافر مو جاي تفتح الباب أنت تمديدك والعصفور ثره يعظ بس عظته غيرت قليل لتخاف أخي كريم جاوب على السؤال عوفيو سفو زلي عوف جاوب على السؤال كيف قالت عائشة وأيكم يملك إربا كما كان النبي يملك إربا كيف عرفة الأسود بن يزيد النخعي لا يملك إربا تفضل هذا الحديث ما أدري أنا ما أدري والله كيف أجاوبك أنت يعني ماسك في حاجة وتارك حاجات أكبر وأعظم يا يابح يا يابح أنا عندي سؤال بسيط لا 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 توقف حاجات أعظم تدري من أعظم النقاشات هو النقاش في الإمامة خاصة إذا كان ويا شوية تربة سجود على التربة هذا الشيء كارثة يعني يعتبر يضحن ويمزق وينتصر بالضربة القاضية طيب أنا مش لم أو كافر فما عندك جواب على أن عائشة شون عرفت يملك إربا مو صعيبة كما يقولون أهلنا جزائريين صح صعيبة يا صاحبي طيب عائشة نبية يعني ولا إيش ها فسوت غلط طيب إيه تخطي إيه ما تخطي ليش ما تخطي خطأت شنو كان خطأها ممكن تشرح لأن الموضوع مرتبط بالعضو التناسل يا بطل عندها أخطاء مثل كل البشر شنو بله أخطأها شنو هي كانت تفحص تعتقد اعتقادات ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة شنو تعتقد تعتقد شنو يعني لو هذا الكلام اللي قالها الرسول ما في خلاف لا لا هي شنو تعتقد لا هي شنو تعتقد تعتقد أن الأسود بن يزيد النخعي لا يملك إربا قبال النبي قدري أنت الأسود بن يزيد النخعي أجنب ببيته؟ هذا ما هو في بيتها لا في رواية أخرى في مسند أحمد صحيحة على شرط الشيخين أن عائش رأت الأسود بن يزيد النخعي أجنب قالت له ما هذا قال جنابه فعرفوته ما يملك إربا يعني فحصته مثل ما يقول الكافر القريشي بدينكم لا 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 عيب الكلام هذا ما حصر هذا الشيخ والله العظيم هذا أنا أعرف واحد اسمه أمير القريشي كافر ملحد يقول أنه عائشة فحصة الأسود بن يزيد النخعي لأن أكو رواية في مسند أحمد صحيحة على شرط البخاري ومسلم أن عائشة رأت الأسود بن يزيد النخعي مجنب ما رأته رأت فراشة لأن الفراش اللي ينام عليه كان مع معطيتها هي عائشة من عندها وش بيه كان الفراش؟ الفراش كان مقصول وقالت ليش غسلت الفراش؟ ايه؟ قال احتلمت أعفى عرفته لا هو اللي أخبر هو اللي أخبر فحصته إيه فحصته خوة منطيته منطيته لحافة حتى تفحصه يعني على ريحته يعني أجنب على ريحته هذه ضيافة هذه ضيافة بيت للضيوف ونعم الضياف مخصص مام قصرة والله يقصص يقصص لهم مفارش ينومون عليها ما هو فراشة هو الخاص طيب طيب خلص خلص أطرح سؤالك شكراً إليك اطرح سؤالك تفضل أطرح السؤال سؤالي هل كتاب الله يأتيه الباطل؟ يأتيه الباطل شنو تقصد كلمة يأتيه الباطل؟ يعني يأتيه التحريف نعم يأتيه التحريف إذن أنت كافر ليش؟ كفرت بكلام الله في القرآن الذي يقول لا أتيه الباطل من بين يديه والأرض خب الله بالقرآن يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله فأنت كافر هذول اليهود هو كتبوا كتاب من عند الله ويقولون هذا من عند الله يعني أكوي تشك لكن ما هذاك الكتاب يختلف عن هذا الكتاب شنو لا ليش؟ أنت مو تتهم التوراة والإنجيل بالتحريف والقرآن حالة حالة نعم لا القرآن خصها الله بالحفظ مثل ما قال الله إِنَّا نَحْمَ نَخْزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوا جيد هذه الآية كانت موجودة في مصحف عائشة وبيه زيادة وصلاة العصر شلون؟ يعني هذه الآية لا تؤمن فيها أنت لا أؤمن بها بس موجودة في جميع المصاحف اللي بيها زيادة ونقصان شلون تعالجها؟ طيب أنت كيف تتصرف مع هذه الآية؟ جاي سئلك أنت الكرب ملعبك الآن هذه الآية إِنَّا نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُوا حَافِظُونَ حطاها بن مسعود بنصحفه وحذف من عنده وما خلق الذكرة والأنثى وقال والذكري والأنثى قال عثمان يضحك عليكم أنتم المسلمين مضحكة وعائشة قالت أنتم المسلمين مضحكة عثمان يضحك عليكم حذف كلمة وصلاة العصر ابن عباس قال أنتم المسلمين أكبر مضحكة عثمان يضحك عليكم كتابلكم أفلم ييأس الذين آمنوا لأن الذين آمنوا كفار ييأسون من رحمة الله في الحقيقة أنا أكتبها أفلم يتبين الذين آمنوا كل هؤلاء عندهم مصاحف فيها إن أنزلنا الذكرى وإن له لحافظون كيف تعالج هذه القضية؟ تفضل هذا الكلام اتفق عليها الصحابة هذا صار بعد مصحف عثمان هذا كلام اللي قلته الآن بعد مصحف عثمان كل واحد كان عنده مصحف لدرجة ابن عباس يقول أن عثمان كتب القرآن وهو نائم ناعس اللي حطلكم أفلم ييأس الذين آمنوا قال هي بالحقيقة أفلم يتبين الذين آمنوا لأن الذين آمنوا كفار زنادقا ليصر ييأسون من رحمة الله ولا ييأس ولا يقنط ولا يقنط ولا يقطع ولا قطنة ولا قطنة ولا يقنط ولا يقنط إلا الكافر فلا يقنط بالقنقوق إلا الكافر فكيف يقنط المسلم السن الموحد من رحمة الله ويقول أفلم ييأس الذين آمنوا فلا يقنط إلا المتقنقن صح لا مو صح صحيح فإبن عباس كلاما صحيح اللي هي صشنو أفلم يتبين الذين آمنوا من البيان أما عثمان لبسكم أفلم ييأس الذين آمنوا لأن الذين آمنوا كفار زنادقة ييأسون من رحمة الله يقنطون من القنطة شد علي ها حافظون بعدها ولا راحت يقولها راحت طيب أنت وش تقول في كلام الله يا بويه يا ياب الناس محاصر الله أكبر هذا دينك أنا لا أنا كله بديلك شون هنسوا إلى هذا فراحت أخي كريم تابعني تابعني زيل إن شاء الله الله يهديك كل الهلة بك يا أهلا ومرحبا شكرا لك شكرا لك يا أهلا براية الله